اشتركوا في القناة اشهد معالي وزير الخارجية في كلمته في اجتماع مجلس حلف شمال الاطلس ودول مبادرة اسطنبول بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة في تعزيز التعاون الدفاعي والامني بين دول مبادرة اسطنبول للتعاون مؤكدا ان المركز الاقليمي الذي تحتضنه دولة الكويت سيكون نقطة انطلاق جديدة ومهمة في مسيرة هذا التعاون الذي يرمي الى تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة واضاف معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة ان الاجتماع دليل على استمرار الانجازات التي تحقيقها مبادرة اسطنبول للتعاون منذ انطلاقها في عام 2004 كما يحكس مدى التطور الذي يتحقق في العمل المشترك والتقدم الذي يحدث في المساعي الدعوبة لاجل ارساء علاقة استراتيجية وشراكة قوية وفعالة وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتدريبية والفنية المختلفة بالاضافة الى توطيط العمل الجماعي وتعزيز التنسيق المشترك بما يمكن من مواجهة المتغيرات المختلفة والمخاطر المحدقة والتغلب على كل ما يمكن ان يشكل تهديدا للامن والاستقرار الاقليمي والدولي واكد معالي وزير الخارجية ان مملكة البحرين لا تألو جهدا في سبيل الحفاظ على الامن والسلام في المنطقة وتحرص دوما على متانة التعاون والتنسيق مع الناتو في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون وتساهم بشكل ايجابي في تحقيق اهداف تلك المبادرة حيث شاركت في قوات المساعدة الامنية الدولية الاساف في جمهورية افغانستان الاسلامية الصديقة وقامت بتدشين برنامج التعاون والشراكة مع حلف الناتو في شهر يونيو من عام 2016 والذي يهدف الى تعزيز الشراكة النوعية في عددا من المجالات السياسية والامنية والعسكرية وسوف تحتضن خلال العام الجاري اجتماع المجموعة الاستشارية للسياسات بي اي جي مشددا على استمرار جهود مملكة البحرين الرامية الى تنمية التعاون المشترك في كافة المجالات الممكنة واللازمة بما يعود بالنفع على جميع دولنا واعرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة عن تمنياته بنجاح المركز الاقليمي لمبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت في المضي قدما في الارتقاء بالعلاقات بين الناتو ودول مبادرة اسطنبول للتعاون وتطوير اهليات التعامل العملي والتشاور السياسي وعلى همش اجتماعي مجلس حلفي شمال الاطلسي ودول مبادرة اسطنبول اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد يانس ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو وقد اشهد معالي وزير الخارجية بالجهود التي يقوم بها معالي السيد يانس ستولتنبرغ وحلف الشمال الاطلسي الناتو في تنمية العلاقات مع مملكة البحرين ودول مبادرة اسطنبول بصفة عامة وذلك تعزيزا للمصالح المشتركة وتطويرا للتعاون القائم والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتهدد امن واستقرار دولها وشعوبها وتفرض ضرورة استمرار المشاورات السياسية والتعاون البناء بين الجانبين للتغلب مع التطلعات في مستقبل امن ومشرق من جهته اكد معالي السيد يانس ستولتنبرغ حرص احلف الناتو على الارتقاء بآليات التعاون مع مملكة البحرين ودول مبادرة اسطنبول بما يتناسب مع طبيعة التحديات الاقليمية والدولية الراهنة معريبا عن تقديره للدور الذي تقوم به مملكة البحرين للحفاظ على الامن والسلم في المنطقة ترجمة نانسي قنقر